اليوم بعد سنة وشوية واحنا قريبين كمان من الانقلاب الذي منع في تركيا صحيح شايف الدنيا مشهة زي يوم الاحد سيد الحمزة سيكون يوم قادم ان شاء الله نعم يوم الخامس عشر من يوليو تموز يوم الاحد سيكون يوما مشهودا على مستوى العالم اولا هو ذكرى سقوط الانقلاب وفشل الانقلاب الفاشل في تركيا في تركيا الذكرى الثانية وسقوط المجرمين العسكريين الداخلين في تركيا وسقوط الاجندات الصهيونية للاسف العربية المصرية الاماراتية السعودية التي كانت لها اصابع واضحة في الانقلاب العسكري الفاشل على تركيا في الخامس عشر من يوليو تموز وهو معترف به واقر به واصرح به بالاحرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عندما قال ان محمد بن زايد شخصيا انفق ثلاثة مليارات دولار لانجاح الانقلاب الفاشل الرئيس اردوغان عندما لمح الى ذلك الرئيس رجب طيب اردوغان صرح بذلك وبالمناسب بما اننا نتحدث عن ثلاثة مليارات دولار الرئيس الفرنسي السابق اولاند فرنسواء اولاند صرح ايضا وحرفيا وقال ان محمد زايد اعطانا عندما كنت انا رئيسا للجمهورية الفرنسية لست انا علي الهيل ولكن فرنسواء اولاند رئيسا للجمهورية الفرنسية اعطاني محمد بن زايد سبعة مليارات دولار لمحاربة المسلمين في مالي تحت شعار محمد قريب ودخل محمد بن زايد وهذا قد يقودنا الى احد المحاور في لقائنا الليلة وهو الانهيار الاقتصادي في كل من الامارات والسعودية نتيجة التمدد وما طار طيره وارتفع الا كما طار وقع